السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ومضة قرآنية مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة تدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بك أهلا بكم فضيلة الدكتور لماذا انصح السؤال أن نقول لماذا لم تبدأ الصورة الكريمة وهي صورة المسد بقوله قل تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم هذا سؤال طيب لأننا نلحظ أن بعد هذه الصورة كل هو الله أحد كل أعوذ رب الفلق كل أعوذ رب الناس وقبل هذه الصورة كل يا أيها الكافرون فلم تأتي في هذه الصورة كل تبت يدا إنما ابتدأت مباشرة تبت يدا وهنا ملحظ في غاية العظمة والروعة والإعجاب والإجاز ألا وهو لو أن الله أمر النبي يقول إذن المبلغ بالقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل القول هو رسول الله لمن يقول هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه تبت يدا والتبه والهلاك والبوار والخسران والعار والدمار والخزي والهلاك وما تحتمل هذه الكلامة معاني فهل من الأدب أن يقول النبي لعمه يا عمي أنا أقول لك تبت يدك وأنت من أهل النار فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في أنه يسب عمه أو يجتم عمه إذن هذا المعنى الموجود في هذه الآية كأن الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذهب إلى عمك بهذه الرسالة مني أنا وليست منك قل له يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا إذن لا تكل له أن تكل وهذا يعلمنا الأدب مع الأرحام وإن كانت الأرحام من أهل الكفر أو أهل الفسق أو أهل الأصيان هذا ملمح الملمح والثاني أن هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فحينما يقول القرآن يا محمد كل تبت يدا هذا يأخذ زمنا لكن حينما تحذف كل فهذا أسرع في إقاع النصر للنبي صلى الله عليه وسلم حسنا لسه نقول كل تبت يدا خلاص النصر وقعت والهزيمة وقعت تبت يدا حتى بالصغة الماضي تبت يدا أبي لابن وتب يعني وتب إذن حسفوا كل هنا وعدم مجيء كل هنا لها هذا الملمح وهذا السر من تأدب النبي مع الأرحام ومن سرعة وقوع النصر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلى وأعلم إلى هنا مستمعي ومشاهدي الكرام نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة شاكرين لضيفنا الكريم وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته